مع بدء عملية نبع السلام التركية في الشمال السورية ضد قوات سوريا ديمقراطية والتي تعتبرها أنقرة إرهابية تتوالى ردود الفعل الدولية بين مؤيدة لها ومندتة بها الخوف من أن تؤدي العملية التركية إلى تصاعد الفوضى في المنطقة دفع دولا عديدة وعلى رأسها الأردن بمطالبة أنقرة وقف هجومها على سوريا فورا وحل جميع القضايا عبر الحوار في إطار القانون الدولي وزير الخارجية أيمن الصفضي أكد أن الأردن يرفض أي انتقاص من سيادة سوريا مدينا كل عدوان يهدد وحدتها وحقوق مواطنيها ويخلصها من الإرهاب وخطره لم يكن الأردن وحيدا في موقفه تجاه هجوم أنقرة بل إن عددا من الدول العربية أيدت وقف الهجوم وأعلنت جامعة دول العربية عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء خارجية العرب بطلب مصري لبحث ما أطلقوا عليها العدوان التركية على الأراضي السورية محللون يرون أن الخطوة التركية تلت حصول أنقرة على ضوء أخضر من واشنطن التي سحبت قواتها من نقاط حدودية لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يرفض ذلك تماما وفي الوقت ذاته يرى أن تركيا لديها مخاوف أمنية مشروعة قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد والتي قاتلت تنظيم داعش الإرهابي لسنوات تحت مظلة أمريكية يقول مراقبون إنها تلقت طعنة مسمومة بقرار ترامب سحب قواته شرقي الفرات ليصرح رئيس الأمريكي على الفور بأنه سيدمير اقتصاد تركيا إذا قضت تواغل تركيا في سوريا على السكان الأكراد في المنطقة دول أوروبية بما في ذلك الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أدانت العملية العسكرية التركية وخاصة بعدما انتقلت من غارات جوية إلى عمليات برية أما حلف شمال الأطلسي فيمير بالكفة إلى مصرح به بومبيو بأن تركيا لديها مخاوف أمنية مشروعة آملا بأن تكون العملية محسوبة بدقة روسيا القوة الرئيسية الأجنبية في سوريا تؤكد حق تركيا في دفاع عن نفسها مع تصريحات للكريملين بأن على القوات العسكرية الأجنبية التي لها وجود غير مشروع أن ترحل عن سوريا وعلى الجانب الآخر من الأزمة طلبت تهران أنقرة بوقف فوري للعملية العسكرية تباين المواقف بين حلفتي الحكومة السورية يقول مراقبون إنه يدل على توافقات سياسية جرت بين بوتن وأردوغان في محور الشمال السورية بشأن العملية العسكرية التي ستعيد رسم خريطة الصراع السورية مرة أخرى